شكرا جزيلا أستاذ نشأت يعني هو أسوأ شيء في أي أزمة إنها تتحول إلى أمر اعتيادي فما شهدناه في الأسبوع الماضي أو ربما منذ حلقة الأسبوع الماضي الكثير من الأمور التي أصبحت معتادة برغم أنها مؤلمة وقاسية ولكن يبدو أن العالم اعتاد عليها الحرب الإسرائيلية في غزة ما تسال مستمرة تجويع أهالي غزة حرق الخيام إلى آخر وأصبح مشهد اعتاد عليه العالم الحرب الإسرائيلية سواء في بيروت الضحية الجنوبية ووسط بيروت وجنوب لبنان يبدو أيضا أنه أصبح أمر اعتيادي في المقابل سواريخ حزب الله ما تزال مستمرة ما زال هناك مقاومة أيضا من حركة حماس وما زال هناك استمرار بأنه تهديد إسرائيلي برد أو بضربة على إيران كل دي يعني أحداث ممكن أن تدخل في نطاق الاعتياد لكن بجانب العتياد أنا أعتقد يعني كان فيه تطورين مهمين جدا حضرتك أشرت لواحد منهم التطور الأول هو أنه الولايات المتحدة قررت إرسال منظومة دفاع ساروخي متطورة لإسرائيل لمواجهة السواريخ الباليستية الإيرانية والشيء المهم أنه هيبقى فيه قوات أمريكية على الأرض تدير هذه المنظومة ده تطور جديد في الماركة جديد طبعا لأن دائما الأمريكان بيقولوا مش عايزين بيسمها وجنود موجودين ماشي طائرات ماشي سواريخ ماشي نقدم مساعدة لكن هيبقى فيه جنود أمريكيين على الأرض بيديروا هذه المنظومة وبالتالي لو هذه المنظومة تعرضت لأي هجوم سيقتل فيها أو يصاب فيها أمريكيين فده شكل من أشكال التورط الأمريكي في المنطقة ويعني ممكن أن يكون أحد أسباب المزيد من التصعيد فده الحقيقة التطور كان مصاحب لي تصريحات يعني أو أخبار كده أنه إسرائيل وعدت الإدارة الأمريكية بأنه لو فيه رد على إيران لن يشمل المنشآت النفطية أو المنشآت النووية أنا تصوري أنه ده وارد ولكن ده ممكن يكون في حالة ضربة إسرائيلية أولى قد تستهدف يعني قواعد عسكرية مصانع سواريخ إلى آخره لكن هذا لا يعني أنه إيران لن ترد لو ردت إيران على إسرائيل فإسرائيل هي في حل مما وعدت به الولايات المتحدة وتستطيع أن تضرب المنشآت النفطية وتستطيع أن تضرب المنشآت النووية وأنا أعتقد أنه يعني لا أستبعد ذلك وخاصة المنشآت النفطية في ظل أنه ضرب المنشآت النفطية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط هيؤثر بشكل مباشر على الانتخابات الأمريكية وعلى الناخب الأمريكي تأثير يساعد ترامب ويدور كاميلة هارس وهذا يعني جزء من تفكير نتانيا فإذن في مجموعة من الأحداث بتشهدها المنطقة بعض التطورات لكن أنا شايف الحقيقة أنه برضو بدأ يظهر جدل وخاصة يعني في الولايات المتحدة وإسرائيل حول يعني هل هناك استراتيجية إسرائيلية كبرى وراء ما يحدث في المنطقة طبعا الإجابة التقليدية الكتير مننا يعني بيقولها لأ إسرائيل مفيش استراتيجية كبرى مفيش تفكير في اليوم التالت نتنياهو بيهرب من هذه المسألة هدفه الانتقام هدفه استعادة الرضا هدفه الاستمرار في الحكم لأسباب شخصية وانتهازية ده يعني الأمر المعتاد اللي بنقوله لكن الحقيقة يعني الأول مرة بدأت أقرى تحليلات بتقول لا يا جماعة ده فيه استراتيجية كبرى واستراتيجية ناجحة ومشي على خطوات بدأت بحماس ثم حزب الله وأزرع إيران الأخرى في المنطقة وستنتهي بالمواجهة مع إيران والهدف منها هي تفكيك المنظومة الحالية اللي موجودة في الشرق الأوسط وعمل ترتيبات إقليمية جديدة وإنه إسرائيل نجحت فيه خلال العام الماضي في كل المراحل وما زال هناك المرحلة المتعلقة بإيران وأن هذه فرصة استراتيجية وهدف لن تفوته إسرائيل فبالتالي يعني فيه هدف مختلف يعني الأول كان الهدف الإسرائيلي الهدوء مقابل الهدوء يعني هدي لي جبهة جنوب لبنان ههدي الضرب عليك إسرائيل دلوقتي لا نفضت هذا المنطق هدفها الاستراتيجي هو تفكيك النظام الحالي وبشكل يتيح أمام إسرائيل والولايات المتحدة إمكانية يعني إنشاء بنية إقليمية جديدة فاللي أنا عايز أقوله أنه يعني الولايات المتحدة ليست ملاك في هذا الأمر وليست متفرج ولكن هي أيضا مؤمنة بهذا الهدف الكبير ربما يكون فيه اختلاف حول توقيتات حول الأدوات لكن الهدف هو المتفق عليك وهو أنه يبقى فيه بنية إقليمية جديدة تعيد تشكيل المنطقة وبالتالي الكلام اللي قاله نتنياهو أمام الأمم المتحدة ما كانش لغو أو شعرات ولكن هناك هدف يتعلق بإعادة تشكيل المنطقة أنا بس فيه صحيح التطور التاني اللي نسيت أتكلم عنه حضرتك أشرت إليه وهو تطور في غاية الأهمية وهو التحرك الصيني لتايوان حالك تتذكر يمكن الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها يعني قلنا هي فين القوى الكبرى فين سين فين روسيا وكأننا تشيك أنا يسمعنا بالضبط وإزاي يعني لو فيه قوة كبرى هي بتنتهز الفرصة فتنتهز فرصة تحرك الأساطيل الأمريكية من أسيا تجاه الشرق الأوسط وإن بقى فيه فراغ بتتحرك في هذا الفراغ فيبدو يعني أن فيه يعني حد استمع لهذه النصيحة أو ففعلاً الصين تحركت نتيجة لهذه الفرصة المتحدة وده يعني الولايات المتحدة كانت تخشى منه وكانت دائماً تضعه في الاعتبار تحقق بالفعل وأنا أعتقد ده يعني هيؤثر على تحرك الولايات المتحدة في المنطقة في المستقبل نعود مرة أخرى لفكرة أن فيه استراتيجية كبرى بيتم يعني تنفذها على الأرض فده يعني وأن الولايات المتحدة جزء من هذا التفكير بشكل ما أو أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستخدم أيضاً المصالح الأمريكية في المنطقة والانتخابات الأمريكية بالتأكيد مؤثر ولكن هي قيد محدود وقيد مؤقت بمعنى يعني إحنا كنا قلنا قبل كده أنه من ست أسابيع أن الست الأسابيع قبل خمسة نوفمبر هتبقى يعني صعبة على المنطقة وتحقق ذلك أمامنا ثلاثة أسابيع لكن الجديد هو أن احنا كمان لازم نضيف عليهم اللي هم السبع أسابيع بعد خمسة نوفمبر اللي هو من خمسة نوفمبر حتى عشرين يناير زي ما حدثت ذكرت لحظة دخول رئيس أمريكي جديد للبيت الأبيض هيبقى فيه فرق بالتأكيد يعني لو الفترة دي حتى عشرين ستفعل فيها إسرائيل ما تشاهد دون مراجعة دون مراجعة والفترة أكتر اللي هي من خمسة نوفمبر يعني لو فاز ترامب فبايدن هيبقى ما يسمى بالبطة العرجاء لا يستطيع أن يفعل أي شيء ودي الفترة اللي ممكن بقى إسرائيل تمهد الساحة للترتيبات نعورد الفارس آه بالضبط الترق اللي ييجي بقى يعني ترامب يلا نقعد بقى ونتفق على الترتيبات الأرض مهمة اللي عايزة أقوله إحنا دخلين الحقيقة يعني على مرحلة تحولات كبرى في المنطقة مرحلة في غاية الخطورة مرحلة طبعا تتطلب منها يعني التفكير والتدبير وإعادة الهيكلة وأمور كثيرة وتتطلب أيضا التنسيق مع القوى الكبرى في المنطقة وإذا تحدثت عن قوى إقليمية كبرى قوى عربية كبرى فليس هناك غير مصر والمملكة العربية السعودية أنا دايما بشبه مصر والسعودية بفرنسا وألمانيا في الاتحاد الأوروبي منظومة الاتحاد الأوروبي لا تقودها دولة واحدة ولكن تقودها يعني هتان الدولتان لما تبص عليهم فرنسا مختلفة عن ألمانيا ومختلفة في مكونات القوى مختلفة في أشياء كثيرة ولكن هذا يثري منظومة العمل الأوروبي وبالتالي اللقاء الذي تم هذا الأسبوع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد محمد بن سلمان أنا أرى أن جانب منه يتعلق طبعا بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي ولكن جانب مهم منه أعتقد يتعلق بهذه التطورات الضخمة والترتيبات المتعلقة بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر